بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة بديدة من الأبطال ألف مليون مبروك الفوز مبارح بطروط أفريقيا الحقيقة مبارح كانت مباراة رائعة كلنا فرحنا وكلنا يعني يعيشنا لحظات جميلة لحظات الحقيقة يعني كان فيها فرح وكان فيها ترقب وكان فيها ألأ لآخر ثانية كلنا الأنين بس الحقيقة يعني النهاردة خلوني أشارك حضراتكم كمشجع والإنجاز الكبير اللي بيحققوا الجيل ده يمكن فيه أجيال قبل كده قلنا مش ممكن هتحقق يعني نتائج أو إنجازات زي اللي هم حققوها لو تفتكر طبعاً يعني الجيل 2009 و2010 و2008 الجيل ده اللي حتى عمل مع المنتخب يعني نتائج كويسة جداً بالرغم من كده قلنا يعني الجيل ده مش هيجزيه تاني ولكن سبحان الله تشاء الأقدار في وجود كابت المحمود الخطيب رئيس مجلس دولة النادي الأهلي وطبعاً الأسطورة الكبيرة تتحقق على إيده هذه الإنجازات خلينا نتكلم عن آخر خمس سنوات فقط آخر خمس سنوات أنت وصلت فيهم فينال آخر خمس سنوات أنت خدت اللقب أربع مرات في إنجاز الحقيقة ما تحققش لأي فرق أفريقية على مدار التاريخ وكمان مش نفس المنافس خليني أقول أن دي حاجة مهمة لازم إحنا نتدبرها أنت مبرح بتاخده من الترجي قبل كده أخده من الوداد بتاخده يعني من فرق مختلفة من شمالها لجنوبها لغربها يعني النهاردة أنت كل سنة بمنافس شكل كل سنة عندك منافس حتى السنة اللي أنت خسرتها كلكم طبعاً أفاكرين إحنا خسرناها إزاي كانت مباراة وحيدة وكانت في المغرب ما كانش فيه زهاب وعودة وبالمناسبة دي السنة الوحيدة اللي اتعاملت كده بعد كده أو كل السنوات اللي فكت زهاب وعودة فإذا حتى الموسم أو اللقب اللي أنت خسرته في آخر خمس سنوات خسرته بظروف غير طبيعية مش عايز أتكلم في تفاصيلها طبعاً حضراتكم قادرة مني بالتفاصيل اللي حصلت في هذه السنة أو في هذه المباراة وإيه اللي حصل يعني من أمور كتيرة ولكن خمس سنوات النهاردة أنت بتنافس فرق كتيرة من شمال أفريقيا ومن جنوبها ومن شرقها ومن غربها ومتفوز عليهم وكل سنة بتجدد المنافس وكل سنة بتحقق إنجاز 22 مباراة في أفريقيا مخسرتش وده رقم كبير جداً ورقم ده مرشح للزيادة أنت السنة تجلمها بتيدي تشارك بتشارك فيه طبعاً مباريات أسهل فممكن الرقم ده يزيد خاصة لما تروح دور المجموعات ممكن تتعادل آه النهاردة 22 مباراة مخسرتش فطبعاً ده أرقام بتدل يعني أي حد النهاردة بيتكلم لا النهاردة فرقة النادي الأهلي والنادي الأهلي أنا مش هكلم بس عن الفرقة كمان الفرقة وراها نادي وراها مجلس إدارة وراها جماهير كبيرة النادي الأهلي النهاردة بيأكد أنه أكبر نادي في أفريقيا وأرقامه بتقول كده البطولة رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي بارح شفنا على السوشيال ميديا لسه مفرحناش بالمكسب والجماهير بتقول للأهلي 13 أهلي فطبعاً يعني النهاردة سقف طموحاتنا وأماننا كبر مع هذه الفرقة خلينا أقول لكم برضو كمان يعني البطولة دي أو النادي الأهلي عنده إيه جاي يعني خلينا نتكلم إن آه فرحة بالمكسب وكأس من رقم 12 لكن ده هترتب عليه أمور كتيرة أمور كتيرة جيدة النهاردة هكون أول فريق أفريقي يشارك في بطولة الانتر كونتينينتل بطولة القرات ست فرق من ست قرات دي نفس البطولة لو بتفتكره بتتلاقي في البسكت بنفس الاسم الانتر كونتينينتل ودي النسخة الأولى في تاريخها فالنهاردة النادي الأهلي هيشارك فيها كبطل أفريقيا فيها بطل أفريقيا بطل أوروبا بطل أسيا بطل أمريكا الشمالية بطل أمريكا الجنوبية وبطل أستراليا مجازاً اللي بتقال بطل أستراليا اللي هي أستراليا أو قارة أستراليا مع الجزر اللي حواليها النهاردة احنا بنتكلم في ست فرق وليها نظام يعني طبعاً هيشرحه طبعاً أكيد يعني أسات زيتي في هذا المجال هتشرح إزاي وهتتقال إزاي وهتعامل إزاي هتتلاعب في ديسمبر في نوفمبر وديسمبر اللي جاي ومشاركة النادي الأهلي فيها أكيد يعني هيبقى فيه مقابل اللي انت شاركت فيه يعني النهاردة يعني هيبقى فيه يعني عوائد مش أرقام بس ولكن هيبقى فيه عوائد أكيد النادي الأهلي ومجلس دارته هيستطيعوا استغلالها أحسن استغلال هينعاكس أوتوماتيك إن الفرقة تبقى أفضل وأفضل ودائما كان زمان بيقولنا المكسب بيجيب مكسب وللأسف الخسارة بيجيب خسارة خلينا نقول نكمل المقولة أو المثل اللي احنا كانوا بتقالينا حتى وإحنا صغرين المكسب بيجيب مكسب في كل شيء فالنهاردة انت مكسبك مش بس أرقام بتتحقق وإنجازات وفرحة كبيرة للجماهير لا ده بيترتب على بصناعة بقت صناعة كبيرة النهاردة النادي الأهلي هيستفاد استفادة كبيرة من مشاركته طب كاس العالم الأندية انت أول المتأهلين النهاردة كل الناس بتقولك يعني النادي الأهلي خد أولا كاس العالم الأندية يبقى كل أربع سنوات بمشاركة 32 فرقة بقى زي كاس عالم للمنتخبات واللي بيشارك بياخد رقم كبير جدا يعني 9 مليون دولار ده رقم ضخم يعني رقم مش قليل فالنهاردة كاس العالم الأندية انت متأهلها كده كده لان انت بطل أفريقيا في 2021 و22 و23 و24 عندك أربع سنوات انت بطل فيها ثلاث مرات فهياخده البطل وبعد كده هياخده التاني اللي معاه فالنهاردة الفرقة كلها بتتنافس انها توصل معك فاينل عشان في الآخر تتأهل معك بطولة العالم ففيه أربع فرقة الحقيقة أكدوا مشاركته في بطولة العالم الأندية من أفريقيا فالنهاردة انت بتكلم عن تاريخ النادي الأهلي يعني في صدد ان هو يعني يكتبه مشاركتك في الانتر كونتينيلتل مشاركتك في كاس العالم الأندية في نسختها الجديدة بـ 32 فرقة وخلينا أقول لكم حاجة جمان كنت بتكلم الحقيقة مع زميلي محمد ناجي قبل الهوى بقوله يعني النهاردة احنا خدنا مديليات كتيرة في المركز الثالث في بطولة العالم المديليات دي كانت في النسخة القديمة لما كان بيشارك عدد فرقة زغيرة النهاردة انت بتكلم ان الريكورد اللي انت عملته ده دايماً هيحطك لمدة انا متوقع يعني لمدة ميس سنة قدام هيحطك اكتر فريق خد المركز الثالث اكتر فيه خد المركز الثاني اكتر فرقة المشاركة يعني الارقام دي مكملها معاك في بطولة العالم الأندية اللي هو هيبقى صعب جداً ان انت النهاردة في المشاكة 23 نادي صعب وليه لا اه نحلم بس مش هيبقى دايماً بالتكرر ده لان الريكوردات هتتعامل كل اربع سنين فارقامك اللي انت عملتها في بطولة العالم الأندية اللي كان بتعامل كل سنة بكملها معاك هتبقى ارقام حطتك في احسن فرقة على مستوى العالم يا جماعة النهاردة النادي الاهلي اصبح فخر مش بس الجمهور النادي الاهلي لا لمصر كلها انا شفنا امبارح المطش والتنظيم والشكل واللعيبة والتزام جوه الملعب امبارح فرقتنا التزام كامل مش تكتيكي بس التزام سلوكي جوه الملعب مطش مبارح مطش الحقيقة يعني لو هنتكلم عن مكاسبه مش بطولة بس لانت عندك مكاسب كتيرة والمكاسب الحقيقة تعملت في اخر خمس سنوات والحقيقة انا عايز اقول لكم ان انا واحد من الناس انا سعيد جدا ان الانجاز ده تحقق على ايد كابتل محمود الخطيب رئيس النادي لان الحقيقة يعني احنا شفنا مبارح اخر دقيقة في السوشال ميديا هو كان منفعل ازاي يعني النهاردة كان كأنه يعني بيلعب مع العيبة في الملعب فكابتل خطيب الاثناشر بطولة الاخيرة كابتل خطيب مشارك فيهم او سواء الاثناشر بطولة اللي خدهم بطولة افريقيا كابتل خطيب مشارك فيهم الاثناشر بطولة اللي خدناهم مشارك في مراكز مختلفة جوا النادي شارك فيها كلاعب في الاثناشر بطولة شارك فيها كعضو مجلس ادارة شارك فيها كنائب رئيس النادي شارك فيها الرئيس النادي فالنهاردة كابتل محمود الخطيب 12 بطولة اللي حصل عليها النادي الأهلي أتصور يا جماعة حتى كابتن محمود كتب تاريخ يصعب يعني صعب المهمة على من بعده زي ما بيقوله يعني ربنا يديك الصحة يا كابتن وتفضل دايما دايما وسطنا ودايما يعني مصدر إلهام لكل الفرق ولكن أنا بتكلم النهاردة إنه هو يعني بيقولك أتعب من بعده مين يقدر يحقق الإنجازات دي مين يقدر يحقق مع فريق كرة اللي حصل كده موفر كابتن الخطيب ومجلس إدارة بالكامل موفرين استقرار فني للفريق استقرار مالي استقرار مالي وحط تحته 100 خط في وقت العالم كله بيعاني مش الأندية فالنهاردة بيوفر لك استقرار مالي وده أساس أي نجاح أسس كابتن محمود الخطيب والمجلس إدارة لشركة الكورة كأول نادي في مصحب عنده شركة كورة عشان نقدر نطور ونستغل موارد الفرقة فالنهاردة النادي الأهلي يعني سواء كابتن محمود الخطيب مجلس الإدارة عندك كمان الفرقة الجهاز الفني والإدارة أرقام صعبة أرقام احنا كنا بنقول زمان الأرقام اللي تحققت دي صعبة أو نحققها صعب النهاردة بنحقق أرقام وبنفكر في اللي بعده فالحقيقة فوز مبارح وكأس مبارح الحقيقة يعني ليه مكاسب كتير وليه يعني لو عدنا نحلل مكاسبنا من هذه البطولة كتير المطلوب النهاردة من الفرقة ان احنا زي ما قال دايما كابتن محمود الخطيب ان اي بطولة بتكسبها 24 ساعة تفرح وبعا كده حطها رضهرك عندنا دوري عندنا دوري مهم جدا ان احنا ناخد الدوري السنادي ومهم جدا ان احنا نسعد جماهيرنا ما فيش بطولة بنشارك فيها لما بناخدها دايما كابتن محمود دايما بيقول كده مش بس للكورة لكل الفرق اي بطولة خدتها بقت ماضي وانت النهاردة مطالب تفكر في الجديد الجديد عشان تسعي الجماهيرك اللي كانت موجودة امبارح النهاردة امبارح لحقيقة الجماهير ايه الجمال ده يعني انا من زمان ما شفتش الاستاذ كده والله الواحد كان قاعد بيتفرج بقول يا رب يا رب الناس دي ما تمشيش زعلانة جماهير والتزام وهتفات وتشجيع حاجة وحضور وانصراف ولازم ولازم ما ننساش نشكر كل الاجهزة الامنية الحقيقة اللي شرفت على الدخول وخروج الجماهير لازم نشكرها الناس النهاردة مبارح تأبت جدا جدا وليه دايما ما نشكرش ليه ما نشكرش يعني وندي لكل واحد حقه مبارح الاجهزة الامنية وكل المسؤولين عن تنظيم سواء يعني اجهزة رسمية او الشركات خاصة بتنظم الدخول والخروج كل دول كل المسؤولين لازم نشكرهم ليه دايما ليه دايما نروح ونقول الوحش ما نقول كويس ههو النهاردة الجماهير حضرت ودخلت وانصرفت بكل سلاسة وسهولة والتزام لما لقيت ان الجماهير دخلت بالتزام وانضباط ودخلت شجع في رئيتها كان فيه كل التعاون موجود لازم نشكر كل الاجهزة لازم نشكر كل الاجهزة المتعاونة والاجهزة الامنية والاجهزة اللي ساهمت بخروج المطش كده حاجة جميلة جدا الحمد لله رب العمي فيش غلطة بار حتى جابت المحمود الخطيب راح بنفسه أشرف على مراسم التتويج ما كان وارد كل الكرخ يعني ماكسب اخسر كان ممكن نخسر ولكن اسم النادي الاهلي النهاردة حتى لو نادي الترجي اللي كان توج كان النهاردة فيه تسليم مدليات وكؤوس لازم تظهر بمظهر كبير انت النهاردة في مصر انت النهاردة على ساتة القيرا انت النهاردة النادي الاهلي هو الفاينل فلازم تطلع بكل سورة كابت المحمود الخطيب راح وتحامل عن نفسه وقف وبص وأشرف بنفسه على المراسم بتفاصيلها بتفاصيلها طبعا فيه جهة يعني أجهزة تنفيذية في النادي على أعلى مستوى ولكن من باب التأكد ومن باب الاهتمام كابت المحمود الخطيب كان موجود والإشراف طبعا خبرة كبيرة حقيقة مكسب كبير من بلح الناس من الفرحة ملمتش أنا حقيقة نايم من 3 الفجر عمالة رردود الأفعال مش بس في الصحف المحلية والصحف العالمية لازم أشيد النهاردة بالشناوي كابتن الفريق لازم أشيد به لأن النهاردة الشناوي ضرب مثل ككابتن فريق أنا في الملعب زي برا الملعب أنا النهاردة بمثل النادي الأهل لازم كل الشكر للشناوي كابتن الفريق الحقيقة أنا جاي من المبارح وشايفه في كل مكان وشايفه على الخط برا وشايفه في التتويج فرحة كأنه يعني 20 سنة لازم نشكره لأنه هو كابتن الفريق وهو رمز الفريق من اللاعبين لازم نشكره شكر كبير جدا جدا وتمناه وإن شاء الله كله ودوام الصحة ودوام التوفيق ويبقى إن شاء الله متقلق دايما الشناوي